الهدف من حلقة اليوم هو استعراض أهم عشر خرافات غير صحيحة عن الحرب العالمية التانية وفي نفس الوقت عرض المعلومة الصحيحة هاتشيك أو قهوتك وتعالى نستعرض اللي حصلنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد حسني وأهلا بيكو في حلقة جديدة من برنامج ووربس برنامج غصر وور ان بيزنس الحرب والبيزنس بس قبل ما أبدأ الحلقة فيه قاعدة مهمة جدا لازم نعرفها في التاريخ ان دايما الحقيقة بتكون أبسط بكتير مما احنا متخيلين والسيناريو الحقيقي بيكون دايما بسيط ولكن دايما بيكون فيه سيناريو موازي للسيناريو الحقيقي وده اللي بيحصل فيه نظرية المؤامرة السيناريو الموازي بيفترض نظرية المؤامرة وان دايما فيه مؤامرة خافية ورق كل اللي بيحصل في حين زي ما قلت ان دايما الحقيقة بتكون أبسط بكتير وتعالوا نبدأ ونناقش أهم خرافات الحرب العالمية التانية أول خرافة وأشهر خرافة أن الألمان اتهزموا في الاتحاد السوفيت بسبب الشتاء والجليد الروسي دي أكبر خرافة في الحرب العالمية التانية لمحاولة تقليل المجهود السوفيت اللي اتعمل لهزيمة الألمان لأن السوفيت لوحدهم دمروا 70% من قوة الجيش الألماني هترد علي ودقول بس فعلا الجيش الألماني انهزم في معركة موسكو بسبب الشتاء هرد عليك وقولك أن هزيمة الجيش الألماني في موسكو كان لها أسباب كتيرة وأهمها أن القوات الألمانية اللي هجمت موسكو كانت أضعف منها تقدر تحتل المدينة بالإضافة إلى أن السوفيت استدعوا مليون مقاتل من سايبيريا للدفاع عن موسكو أما بالنسبة لموضوع الشتاء والجليد الروسي فلازم نوضح القاتي الألمان توقعوا أن السوفيت هينهروا خلال فترة أربع شهور وأنهم هيدخلوا موسكو في شهر عشرة وبالتالي ما كانش فيه حاجة ملحة لتزويد المقاتلين بملابس شتوية ثقيلة لكنهم تفاجأوا بشراسة المقاومة السوفيتية وده أخر دخولهم موسكو لحد وصول فصل الشتاء والشتاء ساهم في تفاقم المشكلة لكن بداية من سنة 1942 واستمرار الحرب تأقلم الألمان مع الشتاء الروسي وتعودوا عليه العائق الأكبر للألمان كان حاجة مختلفة جدا وهي الأمطار الموسمية الروسية ولأن معظم الطرق في روسيا غير ممهدة فالطرق كان بتتحول إلى مستنقعات طين من مستحيل التعامل معاها وكان السوفيت بيسموا الأمطار الموسمية دي راسبوتيتسا ده بقى كان أخطر حاجة بتعطى للألمان لأن المركبات والدبابات الألمانية ما كانتش معدة للتعامل معاه وده اللي أخر وصول الألمان إلى موسكو سنة 1941 ولما وصل موسكو كان فصل الشتاء دخل لكن كده أنا بختزل المجود السوفيت في التقص الروسي وده ظلم للسوفيت اللي هزم الألمان في الاتحاد السوفيت هو قادرة السوفيت على طلقة ضربات والتعافي منها والدليل على كلامي أنه باستثناء معركة موسكو ومعركة ستالينجراد فمعظم الانتصارات السوفيتية الضخمة كانت في فصل الصيف فصل الشتاء القاصف روسيا كان مدته شهرين فلو الشتاء هيحدد المنتصر كان الألمان عندهم عشر شهور لتصحيح الوضع ولكن زي ما قلت قبل كده هعيد تاني أسوأ خطأ هو غزو الاتحاد السوفيتي بسبب قدرة روسيا على طلقة ضربات والتعافي منها والانتصار في النهاية ولو مش مصدقني اسأل التاريخ اللي حصل مع ألمانيا هو سيناريو متكرر عبر التاريخ لكن محدش بيتعلم الخرافة التانية بتقول إن الجيش الألماني كان أكتر جيش ميكانيزت أو جيش ميكانيكي أي معتمد على الدبابات والمدرعات والسيارات وبالتالي فهو جيش حركته سريعة جدا دي بقى كسبة كبيرة سببها أفلام الدعاية الألمانية واللي كانت دائما بتركز على تصوير فرق الدبابات والمدرعات الألمانية لكن في الحقيقة أكتر من ثلثين أو خمسة وستين في المية من الجيش الألماني كان مشاء وكانوا معتمدين في كل تحركاتهم على الخيول معلومة صادمة ولكن حقيقية ولها سببين السبب الأول هو عدم توفر القدرة الصناعية الألمانية على توفير العدد الكافي من السيارات والمدرعات للجيش الألماني وحتى لو القدرة الصناعية الألمانية قدرت توفر العدد الكافي من السيارات والمدرعات فهندخل للسبب التاني وهو عدم توفر الوقود الكافي خصوصا بعد غزو الاتحاد السوفيتي لأن الحلفاء تحكموا في 90% من مخزون البترول في العالم الجيش الوحيد اللي كان ميكانيكي بالكامل اي معتمد على السيارات والمدرعات بشكل كامل هو الجيش الامريكي وده راجع لنفس السببين اولا القدرة الصناعية الامريكية الجبارة ثانيا توفر الوقود الخرافة الثالثة في الحرب العالمية التانية بتقول ان الجيش الالماني كان الاكثر تطورا بشكل عام انت في حالة حرب وفي الحرب كل طرف من الاطراف بيكون متفوق في نقطة معينة وبالتالي تفوقك في مجال او زاوية معينة لا يعني انك الاكثر تطورا الالمان لما تقزم موقفهم في الحرب بدأوا في تطوير اسلحة مستقبلية مفروض تكون متوفرة بعد عشر سنين المشكلة بقى انهم لم يمتلكوا القدرة الصناعية الكافية على انتاجها باعداد كافية علشان تقدر تشكل فارق في الحرب وانت في حالة حرب ومحتاج سلاح متوفر حالا على النقيد الالمان ما كانش لهم الافضلية في الاسلحة التقليدية اللي انت محتاجها علشان تكمل الحرب لا الافضلية النوعية ولا الافضلية العددية الالمان فشلوا في الناحيتين بالنسبة الاسلحة الخفيفة فالالمان تفوقه بالرشاش ام جي فورتي تو لكن السوفيت تفوقه في باقي الاسلحة الخفيفة خصوصا في فئة الساب ماشين جان وده كان اهم من اسلاح على الجابهة الشرقية المدفعية السوفيتية كانت افضل ومداها اكبر والالمان كانوا بيفضلوا استخدام المدفعات السوفيتية على مدفعاتهم الالمانية في حالة اسر اي اسلح سوفيتي بالنسبة للطيران في الطيران الامريكي والسوفيتي تفوق تفوق ملحوظ على الطيران الالماني المقاتلة الألمانية الوحيدة اللي كانت ندلو الحالة في سنة 1943 كانت الفوك وولف وان ناينتي أما بالنسبة للدبابات فحدث ولا حرج السوفيت تفوقوا بمراحل على الألمان اللي حافظ على الألمان في الحرب هو التدريب والتنظيم العسكري وضقة التصنيع الألمانية في الدبابات لكن غير كده الألمان كانوا متأخرين الخرافة الرابعة في الحرب العالمية التانية هي الفيرمخت النظيف أو الجيش الألمان النظيف لما تراجع كل الوثائق التاريخية في الفترة بين 1946 إلى 1950 هتلاحظ تكرار عبارة الفيرمخت النظيف ودي محاولة لتبريئة الجيش الألماني من كل جرائم الحرب اللي ارتكبت خلال فترة الحرب خصوصا الجابه الشرقية والفكرة هنا هي إلصق تهم جرائم الحرب إلى قوات الاس اس وتبريئة الجيش الألماني أو الفيرمخت منها لكن هل فعلا الفيرمخت كان بريء؟ الإجابة طبعا لا كل جرائم الحرب اللي ارتكبتها الاس اس كانت بمعرفة وتنصيق الجيش الألماني وإذا لم يشارك الجيش الألماني في الجرائم فعلا أقل كان على دراية باللي بيحصل وما حاولش يمنع الجرائم دي وبالتالي كان مشارك في كل الجرائم اللي حصلت ضيف على كده أن على كل مستويات الجيش الألماني ما كانش فيه أي معارضة أبدا لجرائم الإبادة ضد كل الجنسيات التانية إبادة كل الأقليات وعلى رأسهم اليهود طبعا وبالإضافة إلى الاسلافز والبولنديين والأوكرانيين ما كانش عندهم أي مشكلة في جرائم الإبادة لأنهم عارفين أن جرائم الإبادة هدفها هو فتح مناطق توسع للمستعمرين الألماني علشان يتوسعوا في شرق أوروبا طيب ليه تم تبرئة الجيش الألماني من كل جرائم الحرب اللي حصلت؟ والإجابة هي الاتحاد السوفيتي بعد سقوط ألمانيا أصبح واضح جدا أن العدو القادم هو الاتحاد السوفيتي وكان فيه مشكلة خطيرة جدا بيعاني منها الحلفة في أوروبا وهي أن إجمال قوات الحلفة متضمن الأمريكيين كان حوالي 2 مليون فيهن أن القوات السوفيتية كان عددها 5 مليون بالإضافة إلى تفوق سوفيتي كبير جدا في المعدات العسكرية مع عدل قازفات الاستراتيجية يعني السوفيت لو حبوا يكتسحوا أوروبا كان هيوصلوا إلى القناة الإنجليزية وبالتالي كان لازم الاستعانة بالجيش الألماني في حالة انضلاح حرب بس إزاي يستعين بجيش أنا لسه مضمروا بسبب جرائم الحرب دي والحل هو إلصاق التهمة بأدولف هتلر والقيادات النازية البارزة وتبرئة باقي الجيش الألماني من التهم دي وتحميل قوات الاس اس كامل المسئولية عن جرائم الحرب والإبادة وده اللي حصل فعلا بغرض استخدام الجيش الألماني في الحرب في حالة اندلاع الحرب ضد السوفيت طب هل الفيرمختاء والجيش الألماني كان نظيف؟ طبعا لا طب هل الشعب الألماني نفسه كان نظيف؟ طبعا لا لأن الشعب الألماني نفسه كان متشبع بفكرة مساحة العايش في أوروبا الشرقية وعلشان تتوسع على أرض غيرك مفيش غير حال واحد بس هو الإبادة الجماعية يعني الشعب الألماني كان عارف وما كانش عنده أي مشكلة في اللي بيحصل الخرافة الخامسة في الحرب العالمية التانية أنه كان فيه تحالف بين دول المحور دايما فيه انطباع خاطئ أن الحرب العالمية التانية كانت بين دول التحالف ودول المحور لكن الحقيقة أن الحرب العالمية التانية كانت بين دول الحلفة مجتمعة ضد دول المحور كل دولة لوحدها يعني أمريكا وبريطانيا والسوفيت ضد ألمانيا في أوروبا وأمريكا وبريطانيا واستراليا وهولندا ضد اليابان في أسيا وألمانيا واليابان كل دولة لوحدها وألمانيا معاها حليف في أوروبا اسمه إيطاليا اللي هو أصلا عقب في طريق ألمانيا وليس الحلفاء يعني ما فيش فوضى أكتر من كده لأن تحالف دول المحور ما كانش تحالف بالمعنى الحي وإنما تقدر تقول ميول سياسي كل دولة لها اهتماماتها الخاصة بيها ألمانيا في أوروبا واليابان في أسيا وإيطاليا في شمال أفريقيا وما فيش أي دولة كان عندها استعداد للتعاون مع الدولة التانية وأقصى درجات التعاون كان تبادل المعلومات أوضح دليل إن اليابان ما حاولتش تهاجم القوات السوفيتية في منشوريا علشان تساعد ألمانيا في معركة موسكو ولو عملت كده كان ممكن تنهي الاتحاد السوفيتي فعلا السوفيت عرفوا المعلومة ونقلوا مليون مقاتل من سيبريا للدفاع عن موسكو ومن هنا كانت نهاية ألمانيا في الجابهة الشرقية ولو أنت مستغرب من إعدام التنسيق بين دول المحور فاسمع القيتي هتلر ما كانش مهتم بمعرفة مخاططات موسيليني في شمال أفريقيا على رغم أنهم حلفاء وهتلر ما كانش عنده أي علم بتخطيط اليابان لمهاجمة بيرل هاربر يعني مستوى من الفوضى غير طبيعي على النقيد كل مخاططات دول الحلفاء كانت مشتركة سياسة ألمانيا أولا كان متفق عليها تأجيلي الهجوم على اليابان لحين التأكد من تراجع ألمانيا كان متفق عليه تنسيق التسليح من بريطانيا وأمريكا والتنسيق العامل بين دول الحلفاء في الحرب يعني زي ما قلت دول المحور ما كانش بينها أي تحالف واضح الخرافة السادسة والأشهر في أسيا وهي أن بريطانيا هي من دفعت اليابان لمهاجمة أمريكا في خرافة بتقول أن بريطانيا قدرت تفك شفارات البحرية اليابانية وتوصل لهم إشارات كاذبة أن أمريكا بتخطط لمهاجمة اليابان وبالتالي اليابان بدأت بدربة استباقية ضد منقبر لهاربر الكلام ده خرافي ولا أساس لهم من الصحة والدليل أن بريطانيا كانت نفعت نفسها وقدرت تحمي مستعمراتها من الغزو الياباني والكوارث اللي حصلت في معارك مالايا وسنغافورة الحقيقة كانت أبسط بكتير من نظرية المؤامرة وهي أن أكبر مورد بترول لليابان هو أمريكا وأكبر مستهلك للبترول في اليابان هو البحرية اليابانية ولما اليابان وقعت الاتفاق الثلاثي مع ألمانيا وإيطاليا كان رد للفعل الأمريكي هو العقوبات الاقتصادية وأطرع البترول على اليابان الحل البديل لليابان هو البترول الموجود في المستعمرات البريطانية والهولندية في شرق آسيا ولكن في منتصف الطريق موجود الفلبين اللي هي تحت السيطرة الأمريكية إذن لابد من تحييد الفلبين أولا وبالتالي الحل الوحيد هو أطعى أي إمداد عسكري عن الفلبين وعلشان تعمل كده فكان لازم تدمر الأسطول الأمريكي اللي موجود في ميناء بيرل هاربر افتكروا دايما إن الحقيقة أبسط بكتير من نظرية المؤامرة الخرافة السبعة هي غزو بريطانيا أو العملية سي لاين أو أسد البحر في كلام كتير بيترادل إن الألمان في حالة نجاحهم في معركة بريطانيا الجوية وضمانهم السيطرة الجوية كان ممكن يقدروا يغزو بريطانيا والعملية دي كانت معروفة باسم سي لاين أو أسد البحر ولكن هذه خرافة لأن العملية سي لاين كانت مجرد مخطط مبدئي ضعيف يفتقد إلى الدقة التخطيطية والتفاصيل المهمة وأهمى العوامل كتيرة جدا حاجة مشابهة كده للعملية بربروسة في الاتحاد السوفيتي يعني حتى لو قدرت ألمانيا نهى تتخلص من الطيران البريطاني فكانت ألمانيا تفتقر إلى الدعم البحر المطلوب لتنفيذ عملية بالحجم ده وحتى لو نجحت العملية فما كانش عندها القدرة على تقديم الدعم للقوات اللي هتبقى موجودة في بريطانيا يعني الموضوع من البداية مجرد مخطط مبدئي ضعيف الخرافة التمنى في الحرب العالمية التانية بتقول أنه لا وجود للهولوكوست نقولها بطريقة تانية أنه ما حصلش أي إبادة جامعية لكل الأقليات وعلى رأسهم اليهود وما تمش استخدام غرف الغاز وأن كل اللي حصل هو مجرد ادعاءات بغرض ابتزاز ألمانيا لكن الحقيقة مختلفة تماما عن الخرافة دي الفكرة أن الهولوكوست حصلت فعلا ومعسكرات الاعتقال هي أكبر دليل على كده لكن كان فيه الأسوأ من الهولوكوست الهولوكوست كانت حركة موجهة ضد اليهود والهم في خيال هتلر عدو ألمانيا الأول لكن الألمان كان عندهم كرهة أكبر لشعوب أوروبا الشرقية البولنديين والأوكرانيين والسلافز عمتا ده بالإضافة إلى كل الأقليات التي لا تتميز بالمواصفات الشكلية الألمانية ملايين من أوروبا الشرقية راحوا ضحية الحرب ومعسكرات الاعتقال والإبادة الجماعية وده بغرض توفير مساحة العيش في أوروبا الشرقية علشان المستعمرين الألمانية توسعوا فيها طب ليه التركيز على اليهود؟ لأن اليهود كانوا حجر أساس السياسة العنصرية الألمانية الخرافة التسعى في الحرب العالمية التانية بتقول أن اليابان صحقت الأسطول الأمريكي في بيرل هاربر في حين أن الحقيقة مختلفة تماما حملات الطائرات الأمريكية التلاتة اللي هم الهدف الرئيسي للهجوم ما كانوش موجودين في الميناء وبالتالي الهدف الرئيسي من الهجوم فشل مستودعات الوقود الخاصة بالأسطول الأمريكي لم يتم تدميرها وده في حد ذاتها كانت كافية أنها تعطل المجهود الحرب الأمريكي مدة 6 شهور السفن الأمريكية اللي تم إغرقها غرقة في المياه الضحلة للميناء وبالتالي تم رفع السفن وإصلاحها ورجعت للخدمة مرة تانية معادة السفينة USS Arizona الأسوأ أن أحواض إصلاح السفن فضلت سليمة وبالتالي تم إصلاح السفن الأمريكية بدون أي عوائق يعني الهجوم الياباني على ميناء بيرل هاربر كان فشل ذريعة أنا دايما بشبه الهجوم الياباني على ميناء بيرل هاربر بالتشبيه الأيتي إنك هاجمت دب نيب في سبات عميق فبدل ما تضربوا ضربة قاتلة وتقتلوا أصبتوا بعها مستديمة في وشه دلوقتي الدب صحي من سباته العميق ومصاب بعها مستديمة تفتكر هيعمل فيك إيه الخرافة العشرة وحسن الختام عن الحرب العالمية التانية والخرافة بتقول إن حال الدول العربية كان هيكون أفضل بكتير في حالة نصر دول المحور يعني لو كانت ألمانيا وإيطاليا انتصرت كان حال مصر والدول العربية اللي كانت وقع تحت الاستعمار البريطاني كان هيكون أفضل أيها السيدات والسادة هذه خرافة لأنك بتستبدل شيطان بشيطان أسوأ ومحدش يفهمني غلط هنا تاني لأن أنا ما بدفعش عن الاستعمار البريطاني اللي أنا بقوله إنك بتستبدل شيطان بشيطان أسوأ مستعمر بمستعمر أسوأ الاستعمار البريطاني كان استعمار اقتصادي هو ما يفرقش معاه أنت بتعمليه في حياتك أهم حاجة لاستفادة الاقتصادية عنده الاستعمار الإيطالي والألماني استعمار أيديولوجي هو بيحتل أراضي غيره بيستعمرها علشان يفتح مساحة لمواطنين ويستعمروا فيها وعلشان المواطنين الألمان والإيطالين يستعمروا أي مكان فلابد من إبادة أصحاب الأرض أو الأسوأ تحولهم إلى عبيد تحت سيطرة المستعمر الألماني والإيطالي لأن في الفكر الفاشي والنازي كانوا بيحتقروا كل الشعوب الغير بيضاء شفت الكره والبغض الألماني الأوروبا الشرقية والروس انت بقى تحتهم فزي ما قلتك إنك بتستبدل شيطان بشيطان أسوأ والحد هنا بكون وصلت نهاية الحلقة وتكلمنا عن العشر خرافات الأشهر في الحرب العالمية التانية لكن الأهم هي المعلومة الصحيحة مكان الخرافة إذا عجبتك الحلقة دوس لايك ما تنساش وفتكرني ده أهم دعم ممكن تقدمه للقناة وشير بقدر الإمكان للحلقة علشان تساعد القناة على الانتشار لكن أهم حاجة عندي دايما هو رأيكم في الكومنتات لأن رأيكم فرصة كويسة التبادئ أراء والأفكار وبيساعدنا على تحسين مستوى المحتوى ودمتم بصحة وعافية وأشوفكم على خير إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته